طيب حقيقة ناتزة مالك واللي في آخر مقشي كسب سموحة 2-0 وبالتالي طبعا ست نقاط مهمين في مشوار الدوري الممتاز بشكل وجديد بالنسبة ناتزة مالك لكن خلينا أقولكم في حالة الاستقرار والمكسب ده الأمور المالية داخل ناتزة مالك حتى الآن صعبة خصوصا المستحقات اللي على ناتزة مالك من مدربين أو لعبين كانوا متواجدين وبالتالي أخدوا أحكام أو أخدوا قرارات من الاتحاد الدولي باستحقاق المالي بالنسبة لهم وبالتالي مبالغ كبيرة إيه اللي هيعملوا ناتزة مالك؟ لإلا بقى لو ما دفعش الفلوس دي هتبقى أمور صعبة عن ناتزة مالك في الجزء الثاني من الدوري أو الانتقالات الشتوية ممكن يتوقف القيد ودي أمور طبعا ما يحبهاش ناتزة مالك أو يحبها طبعا أي حد زمالكة والحقيقة بيتمنى أن ناتزة مالك يعيش في استقرار خلينا نقول أن مجلس الإدارة بيحاول أنه يوفر الأمور المالية داخل النادي والحقيقة برضو عشان ما نظلمهمش الناس ما كانوش موجودين الوقت اللي كانوا المدربين أو اللاعبين دول موجودين فبعتحملوا الحقيقة مشاكل صابقة أي أن كان بقى يعني في الآخر هو ناتزة مالك بالكامل اللي موجود دلوقتي يحل اللي موجود دلوقتي يحله ومجلس الإدارة لما جيه قالك أنا أحل كل المشاكل وأدفع كل الفلوس اللي كانت موجودة علي فيه فترة من الفترة طيب الحل إيه؟ عشان أدفع الفلوس اللي سوابع الباتشيكو أو أي أن كان أسماء اللاعبين المتواجدين إن أنا روح للوزارة الشباب ورياضة وقولوا ما جماعة ساعدونا ساعدونا في الآخر ناتزة مالك هو يعني يعني قلعة من القلعة الرياضية اللي موجودة في مصر فبنطلع نجوم وبنطلع وبنلعب بإسم مصر وواجدين السوبر الأفريقي وبنلعب في الكونفدرالية وبنلعب في الدوري وعندنا نجوم في منتخب مصر في كل الألعاب طبعا هنا وزارة شباب الرياضة برضو عندها حدود معينة في عملية الدعم بالنسبة لناتزة مالك فقالت لك لأ في التوقيت الحالي لأ انت خدت الدعم بتاعك فهنقف هنا طيب ناتزة مالك يعمل ايه هو عنده أصول وعنده موارد أحد هذه الأصول اللعبين وأهم لعب موجود هو زيزو فلو كان فيك خرار سابق بعدم بقى زيزو والتجديد ليه بالمبالغ اللي يعني اختارها زيزو والأمور بالنسبة لهم وصلت لحلول يعني قالك لأ هنا خلاص أنا لن أتحمل الحقيقة أن أنا كمان أدفع مبالغ كبيرة زيزو أنا في يناير القادم أنا ما عنديش مشكلة أن زيزو يرحل في ظل عروض ممكن تكون جات له وقوية نقدر نستفيد بزيزو مالية فبالتالي في ظل الأزمة الطحنة اللي موجودة أزمة المالية الطحنة للحقيقة اللي موجودة عند ناتزة مالك احتمالية بيع زيزو بقت كبيرة جدا جدا في يناير القادم عشان بس إيه الناس تبقى فاهمة ما يمر بين حياة مجلس الدارة ومن خلال هذه الأزمات هو بياخد قرارات إزاي لأن برضو الأمور بتبقى صعبة طب أنا هجيب منين فلوس ما عنديش يعني ما عنديش الموارد الكبيرة في التوقيت الحالي والداياء جدا وتوقيت داياء جدا في أن أنا حل الأمور المالية دي وأمور أنا ما كنتش موجود فيها أو ما كنتش في الوقت ده وأنا سببها يعني فده الأمور الخاصة بيه الحقيقة بقرارات ممكن تكون